اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقد هنى سموه وقد هنى سموه وقد هنى سموه محافظة المحافظة الجنوبية الشباب المقبلين على الزواج من ابناء المحافظة الجنوبية متمني ان لهم حياة نصرية كريمة ملؤها المحبة والبر والتقوى والعمل الصالح مشيرا سموه لما يمثله الزواج الجماعي من ابهى صور التلاحم والتكافل بين المجتمع وما يشكله من تحصين وجنب معززا في قوة المجتمع ورفعته كما اشهد سموه بالجهود التي بدلتها ادارة الاوقاف السنية في تنظيم هذا الحفل مؤكدا اهمية مثل هذه العمال الخيرية في زيادة الترابط الاسري والتأكيد على المسؤولية المجتمعية وما تؤثره من مساعى مخلصة في دعم المقبلين على الزواج وتعزيز التواصل والتقارب بين كافة شرائح مجتمع المحافظة من جانبه عبر فضيلة الشيخ الدكتور راشد الهاجري رئيس مجلس الاوقاف السنية عن شكره وتقديره لتفضل ورعاية سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة لحضور الزواج الجماعي مشيدا بالدور والجهود التي تقوم بها المحافظة الجنوبية من تواصل مع جميع الفئات العمرية بالمجتمع لتقديم افضل المبادرات الخيرية من انشطة وبرامج تساهم في نشر العمل الخيري العائد بالنفع والفائدة على المواطنين